ماتش النهاردة ماتش مهم جداً لأن النهاردة رؤية تانية غير الثلاث ماتشات اللي فاتر ماتش اسموحها النهاردة ليه رؤية عند الجاز الفني ميستر موسماني غير الماتشات اللي فاتر ده بروفا مهمة جداً 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 قبل كاس العلم الاندي اللي حيشارك فيها طبعاً النادي الاهلي خلال الفترة من الثلاثة لـ 12 فبراير القادم إن شاء الله لأن اللعيبة حضراتكم اللي لعبت التلات ماتشات اللي فاتوا زي ما شفنا كانت شباب الاهلي مدعمة بلعيب أو باتنين من اللعيبة الكبار كان السبب إصابات كورونا إجهاد ناس لسا راجع من إصابات فالنهاردة كبار الكبار اللي هم موجودين كبار الاهلي اللعيبة الموجودة النهاردة كلهم في الأيمة النهاردة مبارح حضراتكم شفتوا الأيمة اللي أعلن عنها ميستر موسيماني شفنا رجوع مجد أفشا وحسين الشحات وميكسوني وبرسيتاو علي لطفي طهر محمد طهر وولي السليمان وأحمد عبدالقادر يعني شفنا حضراتكم إن النهاردة من الأيمة كده تشعر إن النهاردة ميستر موسيماني بيفكر تفكير تاني كانت التلات ماتشات اللي فادت دي بيفكر فكر إن هو يدي الفرصة لبعض اللعبين الصغار أو لبعض اللعبين الشباب أو للشباب كلهم النهاردة حيبتدي زي ما بنقول بقى العد التنازلي لكاس العالم للأندية حيبتدي بقى ميستر موسيماني يشوف اللعبين اللي معاه يجهزهم لأن نتمنى نتمنى يعني أنا كنت أتمنى طبعا واحد من الناس أتمنى إن الدوليين يلعبوا مع النادي الأهل لكاس العالم دي ولكن أنا ولائي المنتخب مصر أولا زي ما كل شعب مصر شعب مصر تمنى منتخب مصر يرجع بالبطولة ويفضل مكمل لحد آخر يوم اللعبة اللي موجودة عندنا كل الثقة فيها لو شفنا الآيما بتاعت انبارح يمكن اللي علانة مصر المسلماني هتلاقي في حرص المرمى كان علي لطفي مصطفى شوبير حمزة علاء ده حرص المرمى خط الدفاع كريم فؤاد محمد هاني محمود وحيد محمد أشرف محمد نصير محمد مغربي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة خط الوسط حيبقى محمد فخري وأحمد أشرف محمد مجدي أفشا وأحمد عبدالقادر وميك سوني وحسين الشحات وطهر محمد طهر وزياد طارق ووليد سليمان وخط الهجوم بيرسي تاو ومحمد ياسر وأحمد سيد غريب غيابات الشتنوي طبعا عارفنا كلها اللعيبة الدوليين محمد الشتنوي أيمن أشرف أكرم توفيق عمر السلية حمد فتحي محمد شريف بدر بنون علي معلول أليو ديانج اللي بالمناسبة أليو ديانج هينضم قريبا إن شاء الله ليصفوفوا النادي الأهلي بعد خروج مالي مبارح أمام غنية غنية السوقية بركلات الترجيح عمار حمدي صلاح محسن نتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله حسام حسن أيضا ومحمود متولي الأيمن لو حضراتكم تبصوا لها مختلفة كتير عن برات الأخير وده عشان اللعيبة تجهز وترجع وتشارك استعدادا لكاس العالم الأندية يبقى مستر موسماني فكر تفكيرين في البطولة دي تفكير التلات ماتشات الأولانية والتفكير الماتشين أو الفترة اللي جاية علشان استعدادات النادي الأهلي لكاس العالم الأندية إن شاء الله ربنا يوفق العيبة النادي الأهلي ويوفق المنتخب ويوصل لحد النهاء ويحصد اللقب وده معناه زي ما قلت لحضراتكم يعني التمنى أتمنى معناه للنادي الأهلي إن الدوليين مش هيكونوا موجودين وكمان لسه موقف علي معلول مع منتخب تونس لأنه لسه مكمل بدر بدون منون ربنا يشفي هياخد فترة علشان اللي ابتهابل في عضلة القلب فالمجموعة دي اللي هي هتلعب النهاردة هتبقى متواجدة هيضاف لها أليو ديانج زي ما قلنا لحضراتكم بعد خروج مالي أمس يبقى الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله اعتماد مصر مسماني على المجموعة اللي موجودة نتمنى النهاردة نشوف مستوى جيد نتمنى النهاردة نتطمن على اللعبة اللي موجودة لأن زي ما قلت لحضراتكم دي بروفا المونديال الأندية وفرصة لاستعادة اللاعبين اللعقادين من إصابات كورونا والإجهاد والإصابات المختلفة للدخول في فورمت المباريات تعالوا نروح مع بعض لزميلنا في قناة الأهلي زميلنا كريم أحمد نتمن منه على أحوال مصوري محمد توفيق نتمن منه على أحوال فريقنا قبل شكرا للمشاهدة